انبرة المنبرون اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيل ميديا الذين يتصيدون بالمال عكر هناك من يكتب ان الحجد الشعبي ان هناك من لا يريد للحجد الشعبي ان يكون قوة شيعية ضاربة يا شو من اللي يقلك هو الحجد الشعبي قوة شيعية ضاربة وفي اي زمن الشيعة كانوا متقوقعين او متخندقين طائفيا حتى انت الان تسمي الحجد الشعبي قوة شيعية لا احنا كل ولدنا بالحجد الشعبي ونتشرف بالحجد الشعبي ونتشرف بالتضحيات التي قدمها الحجد الشعبي والحجد الشعبي مؤسسة امنية عراقية ابطالها من البسطاء والفقراء ولكن هناك من يستغل الحجد الشعبي ليحوله الى قوة ضاربة لصالح هذه الجهة على حساب هذه الجهة وهذا الذي يرفضه الشيعة وترفضه المرجعية ويرفضه المنطق ويرفضه العقل ونرفض ان يستخدم هؤلاء الابطال لاغراض سياسية لصالح هذا الطرف او ذاك الطرف في كل الازمنة الشيعة في طلاع الذين يتسدون للظلم وللموت وللقهر وجوعانين بس ما نعمو على الضيم لا يستخدم اليوم حتى الشيع يضرب الشيعي والشيع يضرب السني والسني يضرب الكردي تحت لانه القائد الفلاني او الزعيم الفلاني عند اتخابات ويريد ان يثير ازمة باسم ابطال الحجزي الشعبي لا لا خاف واحد ما قاييكم اياها انا اقولها وهذه الرقبة ما تسوالها انعال ولا هذا الصوت ولا هذا اللسان اذا لم نتجابه بالحقيقة ماذا سوى تكتل اكتل 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 بس ان لا نستخدم ابطالنا اللي يقدموا هذه التضحيات من اجل سين او صاد او من اجل فلان او فلان هذه قوة وطنية عراقية لها منجز تاريخي لا تكرهون الناس بها انتم قوى سياسية بعثكم واصيل ما نشأ في رحم الامة اجاب ان اكون صرف عليه او صار حزب دولا طلعوا بالفتوى المرجعية دولا ابناء الداخل دولا الشرفاء دولا اللي عادوا كرامة وطن لا يحق لأحد ان يستخدمهم استخدام سيان وما اسمعنا بطل منهم الراح للمناطق الغربية قال لا انا حرار الشرفك لكن استخدمها الشاذون المرضى الذين يكتبون هذا ويعيرون وينابزون بعضهم لبعض بئس الاسم الفسوق وبئس ما تنابستم وما ركنتم اليه العراق واحد يجب ان نرى الحجر الشعبي البطل ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والمرور والمكافحة والاستخبارات والدفاع والداخلية قوى عراقية وطنية بكل تنثيلاتها ومعن قد سمعه التقسيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة